ايه اهمية ان الانسان يتحلب بتفكير نقي وطيب وخير وانه يبتعد عن اي فكرة شريرة الفيديو بتاعنا النهاردة مش فيديو اخلاقي او فلسفي او فكري بالعكس هو فيديو علمي بيناقش بحث علمي لسه منشور مهم جدا 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 هنعرف ايه العلاقة بينه وبين الافكار النقية والافكار الشريرة لكن بعد الفصل اهلا وسهلا بحضراتكم ناس كتيرة جدا بيبقوا مصابين بالشلل في الجهاز العضلي بتاعهم نتيجة لسجتات دماغية مختلفة لنتيجة يعني الاصابات في المخ مختلفة ومن ضمن الجهاز العضلي اللي بيصاب بالشلل الجهاز بتاع الكلام والجهاز بتاع النطق بيبقى الانسان مشلول في الجهاز بده الجهاز النطقي الكلامي بتاعه ما بيقدرش انه يتواصل مع الناس ما بيقدرش انه يواصل افكاره ما بيقدرش انه يواصل ابسط احتياجاته ما بيقدرش انه يواصل مشاعره واعتقد ان احنا كلنا شفنا ناس كتيرة جدا مصابة بالشلل في الجهاز الكلامي الحركي وطبعا واحد من اشهر الناس اللي كانت مصابة بالشلل في الجهاز الكلامي الحركي اللي هو عالم الفلك الشهير اللي رحمه ستيفن هوكينج واضطر العلماء انه هما يبتكرونه برنامج كمبيوتر معين انه يقيص انقباضات العضلات الفك وحركات العين علشان يقدر انه هو يواصل افكاره العلمية ويقدر يواصل كلامه للناس فتقدر انها تسمعه البحث العلمي اللي احنا بصدده النهاردة منشور في مجلة نيتشر امبارح تلاتين سبعة الفين وتسعة عشر هو بحث خرافي بصراحة لانه هيساعد الناس ان الناس المصابة بالشلل في الجهاز الكلامي الحركي النطقي بتاعها انها هتواصل افكارها وانها هتواصل الكلام اللي هي عايزة تقوله الاحتياجات اللي هي عايزها البحث ببساطة شديدة مش بسيط يعني لكن للتبسيط اه عن طريق رسم المخ العميق عن طريق الديب كورتيكوغرافي قدروا انهم يترجموا الاشارات العصبية الاشارات الكهربائية بتاعة المخ الى قلمات معينة يمكن الكمبيوتر انه يترجمها الى كلام وبالتالي الى افكار اه يترجم الافكار الى كلام وبالتالي نقدر نفهم الشخص اللي قدامنا المصاب بعدم القدر على الكلام هو عايز يقول لنا ايه فزي ما انتو شايفين اه هو خطوة علمية مهمة جدا وتقدم علمي اه مذهل صحيح هو لسه في البدايات بتاعته اه ونتائج بتاعته مبين ستين الى سبعين في المية على اسئلة محفوظة وجمل محفوظة لكن بلا ادنى شك اه مع التقدم العلمي ومع تطور الكمبيوتر وعلوم الكمبيوتر اعتقد ان احنا في يوم من الايام هنقدر نقرأ الانسان اللي قدامنا ده بيفكر في ايه ونعرف هو عايز يقولنا ايه من غير ما ينطق في الاساس اعتقد ان حضراتكم من دلوقتي قدرتوا تعرفوا ايه اهمية ان احنا نفكر في كلام نقي وكلام طيب وكلام خير وهنا بقى بتظهر شوية ملاحظات عايزين يعني عايز اتشارك فيها مع حضرتكم اول ملاحظة وهي ان ده مش اول بحث في المجال ده ومش اول انجاز في المجال ده في مجال التواصل مع الناس المصابة بالشلل في الجهاز الكلامي النطقي لكن كانت فيه ابحاث اعتقد انا شفتها من حوالي خمس سنين كان على كورس نيرو ساينس في كورسيرا كان بيتكلم على ان ازاي نحنا ممكن نقيص نشاط المخ عن طريق الفنكشن ال ام ار اي الجهاز الغنين المغناطيسي الوظيفي بقيص نشاط المخ بترجمه في برنامج كومبيوتر فالافكار دي بتتحول ايضا الى كلام وانا اعتقد ان الجهاز ده والابحاث في مجال فنكشن ال ام ار اي وعلاقتها بالكلام بالافكار والكلام هيبقى اكثر وقعية من الرسم المخ لكن ايا ما كان كله كويس حاجة تانية وهي حاجة مهمة جدا برضو بالنسبة لي يعني او بيعني اتمنى اني اكون يعني بفكر فيها بشكل يعني بريء وهي ان القامة على البحث ده مؤسسة الفيسبوك صحيح ان البحث ده لما بيوصل لنهاياته وبيحقق تقدم علمي بيستفيد منه الاف اذا ما كانش ملايين من البشر المصابين في الكلام بتاحهم لكن ده بيوضح لنا قد ايه الفرق ما بين الابحاث بتاعتنا والابحاث بتاعتهم وهي القدرة على الصرف القدرة المادية على الصرف يعني بين قصيرنا احنا مش اقلي منهم بس الفرق بس في الفلوس وطبعا يعني مش بس الفيسبوك بيحلل دلوقتي نشاطنا وميولنا واتجاهاتنا واحنا بنحب ايه وبنكره ايه لا دلوقتي كمان هو هيدخل في مجال انه يقرأ افكارنا نقطة الثالثة وهي نقطة مهمة وهي طبعا لها علاقة بما بين الليها علاقة بالعنوان بتاع الفيديو وهي اه ان احنا افكارنا هتتقري مش بس اذا كنت مؤمن بقى بوجود خالق هو اللي بيقرأ افكاري لا ده كمان الكمبيوتر كمان هيقرأ افكارنا هيعرف انت بتفكر في ايه من غير ما تتكلم يعني احنا نبقى عريانين بالكامل وبنسبة الفيديو اللي فات اللي هو نهاية الطب النفسي انا اعتقد ان هتبقى فيه اجهزة موجودة بدون ما احنا نحس بتقرأ افكارنا عارفين الجهاز بتاع كشف المعادن بيبقى موجود في المطارات والمولات والكنايس والشوارع والاكمنة اعتقد انه ممكن في يوم من الايام حتبقى فيه الجهاز ده واحنا مجدرانين داخلين فيه بيعدي شرع مغناطيسي بيقرأ الافكار بتاعتك بتترجم لكلام تخيلوا بقى انت داخل اي مكان والمدير بتاعك عارف انت بتفكر في ايه او مراتك حتطهولك على سقف المدخل الباب وانت هو الداخل وتبقى عارفة بقى انت بتفكر في ايه او جهات مختلفة بقى من العالم كله بقى تقدر تعرف انت بتفكر في ايه وعلشان كده احنا لسه قدامنا وقت للناس اللي عايزة تنقي نفسها وتنقي نياتها وتنقي افكارها قبل ما بينتشر الجهاز ده ازا يعني ازا ما كانش انتشر بالفعل ان احنا ننقي افكارنا من دلوقتي ويعني نبقى طيبين علشان الافكار الشغيرة او الافكار اللي مش على هوى الناس اللي هتعمل الكمبيوتر بعد شوية مش هتبقى لطيفة ايه انا افكار نقية المهم النقطة الرابعة او الخمسة مش عارف رقمها كام وهي ميزة وعب في نفس الوقت الميزة ان احنا محتاجين الجهاز ده ومحتاجين برنامج الكمبيوتر ده باسرع وقت لان يعني هو ليسه طبعا في مراحلة الاولى يعني بس لما يتقدم يعني او ينزل الانتاج التجاري يعني لان طبعا اعتقد ان في كتير جدا من المرضى بتعطنا حيستفيدوا منه دي الميزة اللي احنا مستنينها منه العيب بقى والعيب الخطير في الفكرة دي والعيب اللي احنا لو ملحقناش نفسينا حنتعب جدا والمرضى بتعطنا حيتعبوا جدا وهو ان الجهاز ده والابحاث دي كلها بتقيس نشاط المخ على حسب اللغة اللي بيتكلمها الشخص اللي خضع للتجربة يعني الاجهزة دي بتقيس يعني بيسألو اسئلة بالانجليزي فبيجاوا بالانجليزي فبيطلع النشاط هل حينفع يتطبق على الكلام العربي بتاعنا او يتطبق على الكلام الصعيد بتاعنا ولا احنا ما عندلاش افكار من اساسه فما فيش حاجة هتطبق علينا لكن في كل الاحوال انا اعتقد ان الفكرة دي فكرة مهمة جدا للمرضى بتعطنا وفكرة مهمة جدا حتى جوا مجال الطب النفسي لان بدل ما الدكتور بيفضل يعافر مع العيان علشان يعرف هو بيفكر في ايه او ان عايز يقول ايه ومش قادر يقول ايه برضو هندخل العيان جوا الجهاز هيطلع من ناحية التانية بقى انت كنت عايز تقول الافكار دي بقى انت كنت عايز تقول الكلام ده اعتقد انه هيسهل الشغل بتاعنا برضو حتى في مجال الطب النفسي في كل الاحوال العلماء دولا ولو هحطول لكم برضو الرابط بتاع البحث قطر خيرهم انهم سايبين الدكومنتيشنز كلها لاي حد عايز يبعد عشان يطلع او يجرب البحث تاني يعني لو في مؤسسة بحسية اه في مصر في الصعيد في اي حتة عايزة تجرب انها تتصل بالعلماء وتجيب البحث ده وتبتدي تشتغل عليه علشان نعرف نغضب العيانين بتاعوتنا قبل ما احنا حتى نقرأ افكار بعضينا تبعض اعتقد ان الفرصة دي متاحة للناس اللي عايزة تشتغل على البحث ده يعني لسه قدامنا وقت زي ما انا قلت ان احنا ننقي افكارنا ونبقى طيبين علشان حيقرأ افكارنا حيقرأ افكارنا بالزوء بالعافية حيقرأ افكارنا ومش بيعيد كمان تبقى فيه اقمار صناعية بقى تقرأ الشعب كله بقى بيفكر اه في اي اه اشكركم وسلامتنا الف سلامة شكرا